مرحبا بكم ارجعنا لكم وسطة جديدة اليوم حنعمل بافاريا للكيتو دايت لمرضى السكر هي سهلة وسريعة جدا يلعى الوسطة جوز الهند 3 كوب ونص 250 جرام نطحن جوز الهند في اي خلاط متوفر عنا حتى يصبح رطب مثل هيك لازم يكون زبدة زائبة 50 جرام حوالي تقريبا ربع كوب بيد عدد 4 سأوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الالتقاط صورة للمكونات بكربونات الصودة او صودة الخبز معلقة صغيرة ما يكون كتير بديل السكر استيفيا معلقة كبيرة التحلية الكمية والنوع هو اختيار حسب نظامكم الغذائي ممكن بشر البرتقال او اللمون او وضع الفينيلا تقليب مكونات جيد مثل هيك لازم تكون ممكن نستخدم اي جالب متاح عنا مهم انه يدخل الفرن انا هستخدم هذا دهن القالب اي نوع من الدهون او وضع ورق الزبدة ممكن وضع القليل من اي نوع من الفواكه يكون مناسب لنظامكم الغذائي هو اختياري انا ساوضع معلقة من التوت الازرق ملاحظة عدم وضع كمية كبيرة من الفواكه حتى لا ينسكه بسوائل على الكيك ويختلف المكونات معكم تشغيل الفرن مسبق من الاعلى والاسفل 180 درجة مئوية نوضع الكيك في الراف في الاوسط لمدة 30 دقيقة او حسب نوع الفرن يفضل فحص الكيك باستخدام عود الاسنان لتأكد من النضوج هذه المكونات بعد 30 دقيقة نغلق الحرارة ونخلي الكيك في داخل الفرن لمدة 30 دقيقة لحصول على كشرة خارجية هذا هو اختياري يفضل وضع الكيك على الشبكة حتى تبرد تماما عندما تبرد نضحها بالتلاجة افضل للتقطيع شايفين كيف شكلها وشايفين كيف القشرة الخارجية مثل هيك اذا انتم حابين يكون لها قشرة خارجية شكلها هي كتير روعة ومميزة نعمل الشوكولاتة 1 لتر حليب جوز الهند او اي نوع حليب نباتي من الممكن استخدام اي نوع حليب حسب نظامكم الغذائي من السهل صنع حليب نباتي في المنزل سأوضع رابط 3 وصفات حليب نباتي تحت في صندوق الوصف بنسخن الحليب على حرارة متوسطة ونضع 2 معلقة بديل السكر ستيفيا او اي نوع تحلية هو اختياره حسب نظامكم الغذائي النوع والكمية 3 معلق كبيرة كاكاو خام 30 جرام وبنحرك على نار خفيفة يعني ما بنخليها تغلي يعني تكون سخنة يعني قهوة سريعة الزوبان معلقة صغيرة هذا اختياره ولكن تعمل نكها كتير طيبة وبنحرك ممكن نوضع ماء الورد او الفانيلا هذا ايضا اختياره شوف ايش بتحبوا انتو الفانيلا او ماء الورد حسب زوكم بنحرك نوضع 50 جرام اجار اجار او جيلاتين موجود عند العطار اي نوع جيلاتين او اجار اجار نتركها حتى تبرد لمدة نص ساعة تقريبا بعد ما وضعت الكاكا بالتلاجة ممكن اقسمها الى اجزاء صغيرة بنوضع الشوكولاتة وبنعمل طبقات الموضوع كتير بسيط وكتير سهل ممكن نوضع ورق زبدة انا وضعت ورق زبدة يعني مش ضروري يعني ورق الزبدة ولكن انا عشان التصوير عشان يكون كل شي سهل قدامي امام الكاميرا بنوضعها بالتلاجة حتى يتماسك تماما يعني لمدة اربع ساعة تقريبا هذه المكونات اذا انتو حابين تاخدوا صورة للمكونات هيك اصبحت جاهزة بعد تقريبا اخدت اربع ساعات كتير هي روعة ومميزة وبسيطة بعد هيك ما في حرمان للكيتو دايت ولا لمرضى السكر والاخاص لاطفال شايفين كيف شكلها ممكن احنا نزينها ايضا بالمكسرات اي نوع مكسرات حسب زوجكم بتحطوا مكسرات ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة او اي وصفة تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص ما في مكونات تتناسب كل الاشخاص خلينا تتزوقها الله الله صراحة طعم مذهب اتمنى تتقول لي رأيكم تحت بالتعليقات انه رأيكم تكير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل انشان يوصل لكم كل جديد في امان الله